أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من استيديوهات التلفزيون الأردني الاهتمام بالحالة الثقافية والحركة الثقافية جاء منذ تأسيس الدولة الأردنية لذلك نتحدث عن حالة متميزة جدا على مستوى الشرق الأوسط من الحركة الثقافية في الأردن جاء هناك عدد كبير من المعارض التي تفتح أبوابها لكافة المثقفين العرب وأيضا من كل دول العالم وأيضا هناك فرصة للتبادل الثقافي ما بينهم لذلك سنتحدث اليوم عن أنا أسميها احتفالية ثقافية كبيرة وحدث ثقافي الأهم في العاصمة عمان يحدث سنويا هو المعارض الدولي للكتاب حيث يقام هذا العام من شهر أيلول في كل عام وفرصة أيضا لوجود دور للنشر وعدد كبير من التقاء المثقفين العرب فاسمحونا نرحب ببيت للكلوة من استوديوهات تلفزيون الأردني بالأستاذ جبر أبو فارس وهو المدير العام لهذا المعرض وأيضا رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أستاذ جبر هذا المعرض هو دولي وكما قلت في البداية هو ظاهرة الأهم ثقافيا في شهر أيلول من كل عام حيث التقاء كل دول العالم من الكتاب ودور النشر والمثقفين في هذا المعرض نأخذ نعطي فكرة كمان شوي للي عم بشاهدونا من الدول العربية أشقائنا وأحبابنا عن هذا المعرض يعني في الحقيقة معرض عمان الدولي الكتاب تم تأسيسه لأول دورة منذ عام 1996 الآن جاء تطور معرض عمان في المئوية الثانية للأردن والذي أخذ اتجاه آخر وتطور آخر بالنسبة للحدث الكبير الثقافي على مستوى المملكة جاءت هذه الدورة دورة 22 من معرض عمان تحمل الكثير من الرسائل الثقافية الهدف من إقامة المعارض بشكل عام وبشكل مجمل هو التبادل الثقافي التعريف المواطن الأردني على ثقافات الآخرين يعتبر معرض عمان بمثابة مؤتمر عربي ثقافي يضم الكثير من دور النشر العربية ويضم أيضا الكثير من دور النشر الأجنبية فهذا المعرض هو فرصة حقيقية لكل مثقف أردني لكل مواطن أردني لكل أسرة أردنية لزيارة معرض عمان وللاطلاع على ما هو جديد للاطلاع على الكتب العربية والكتب الأجنبية ما هي الرسالة التي يريد هذا المعرض إيصالها وأيضا أن يتلقاها كل من يزور أو مشارك في هذا المعرض يعني نهدف إحنا كإدارة معرض في الحقيقة بالدرجة الأولى على تشجيع القراءة واستمرارية القراءة لدى المواطنين لدى الأسرة لدى أيضا المدرسة والجامعة فبالتالي هذا المعرض يهدف إلى نشر الوعي نشر الثقافة نشر العلم ما بين المجتمع الأردني أيضا هناك الثقافات الآخرين يعني عندما يأتي أربعمائة دار نشر مشاركة في معرض عمان عدد كبير فبهذا يكون فرصة حقيقية للتعرف على الثقافات الأخرى من الدول العربية ومن الدول الأخرى يعني أنا بس بدي أنوه لنقطة أنا يوم أمس كنت في تصوير وفي زيارة لهذا المعرض لما تجولنا في أروقة هذا المعرض وجدنا عدد كبير من دول العالم يعني عم بشوف من السنغال من الصين من دول حتى نادرة جدا ففرصة لالتقاء هذه الحضارات المختلفة في زوايا بطريقة منظمة بإمكان أي زائر أنه يجب بسهولة الجهة اللي بدوا إياها لدور النشر اللي بدها إياها خلينا نحكي عن ترتيب هذا المعرض وآليته وتوزيع أيضا الأبواب ودور النشر في هذا الموضوع أكيد في جهد كثير كبير نعم يعني قاعة المعرض هي قاعة يعني مساحتها تقريبا 9000 متر لكن ما يميز هذه القاعة أنها سهولة تجوال المواطن فيها بحيث لا يجد صعوبة بإيجاد أي جناح أو أي بوث يرغب بأن يذهب إليه لأنه إحنا أيضا وضعنا خارطة للمعرض بداية المعرض وكل بوث أو كل جناح له رقم خاص يستطيع القارئ أو يستطيع الباحث أن يصل إلى هذا الجناح بكل سهولة هذا المعرض يعني هو فرصة حقيقية لإثراء المكتبات المحلية لإثراء المكتبات الجامعية لأيضا زيارة الأسرة الأردنية للتعرف على الكتب وما يصدره دور النشر العربية والعالمية وأيضا هناك إقبال اللي لاحظته في المعرض على الكتاب الأجنبي من حيث الرواية والقصة الأجنبي نعم فهذه الثقافة يعني تعطينا أمل بأنه فعلا في جيل جديد مهتم بالكتاب مهتم بثقافة الآخرين مهتم بالاطلاع على ثقافة العالم بشكل مجمل فالمجتمع الأردني والجيل الناشئ هناك جيل عن فعلا يبشر بالخير ويبشر باستمرارية عادة القراءة في المجتمع الأردني إن شاء الله وأن هذا يعني يمكن يدخلني من هاي النقطة في ظل وجود عالم ثورة التكنولوجيا وعالم الإنترنت اللي الآن أنا ممكن أدخل عليه وأدخل على أي كتاب بي دي أف وأفتحه وأنزله وأقرأه الآن الآن الناس مشغولة بعالم الثورة التكنولوجية الموبايل يأخذ وقت الناس بشكل كبير جدا أنا خاف من تصطيح العقول وتصطيح الثقافات الآن أكيد ومن خلال هذا المعرض ممكن أنه يعطينا مؤشر أنه هل لازال الكتاب موجود ويشترى كما تشترى يعني أحيانا الموبايل هات نهتم بشراء الموبايل وتحديثه وأحدث الأجهزة وين الكتاب في ظل الثورة التكنولوجية يعني في الحقيقة الكتاب الورقي ما زال محافظ على وجوده رغم يعني تأثر وتراجعه لا نخفي بأنه الكتاب الورقي تراجع من حيث التسويق من حيث الإقبال على الكتاب الورقي لكن ما زال محافظ بنفس يعني بمستوى الجيد وأنا يعني أرى بأنه النشر الإلكتروني لا يؤثر على النشر الورقي لأنه لكل اتجاه له جمهور وله محبي فالكتاب الورقي يعني يمتاز بالمتعة في القراءة يعني في الكثير من القراءة ملمست الورق حتى له أبعاده المهنوية وبيركز أكتر عندما يعني تقرأين بكتاب ورقي يعني كل حواسك بيكون موجود ومتابع في هذا الورق على عكس الإلكتروني الإلكتروني تشعرين يعني بأنه يكون فيه جمود ما فيه تفاعل ما بين العقل وما بين الإلكتروني لكن الناشرين يعني يسيرون بنفس الاتجاهين اتجاه النشر الرقمي والنشر الورقي وهذا لا يؤثر يعني في الحقيقة فيجب نحن كناشرين وكسناع ثقافة أن نواكب التطور وأن نسير بالاتجاهين بنفس المستوى وحتى يعني ننهض بصناعة النشر في الأردن وتكون من الصناعات المهمة وهو صناعة المحتوى وصناعة النشر مهمة في الأردن لأنه يقع على عاتق الناشر الأردني في الحقيقة هو تسويق الفكر الأردني تسويق الكاتب الأردني تسويق هذا المؤلف الذي يعني عندما يقوم الناشر بطباعته وتسويقه ومشاركته أيضا في المعارضة العربية فهذا يقع جهد كبير على الناشر ونتمنى أن تكون لهذه الصناعة مستقبل جيد بإذن الله الأستاذ جبر أبو فارس المدير العام للمعرض الدولي للكتاب في عمان وأيضا رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومنياتنا إن شاء الله نرى المعرض العام القادم بنفس الشهر بعدد كبير من دور النشر العالمية وأيضا الكتاب المتقفين شكرا لهذا الجهد الكبير تحياتي شكرا لكم وشكرا لتحت هذه الفرصة للحديث عن الثقافة بشكل عام شكرا